سوف ننزل بإذن للنهاردة شرحتني مضارع المستمر أول حاجة المضارع المستمر أصلاً بيدل على إيه؟ وعندي بيدل على حاجتين مضارع المستمر بيدل على حاجتين الحاجة الأولى هو التعبير عن شيء يحدث الآن تمام؟ التعبير عن شيء يحدث الآن حاجة بتحصل دلوقتي طيب الكلمات اللي بتدل عليها كل ده التعبير عن حاجات بتحصل في الوقت الحالي تمام؟ يبقى تاني مضارع المستمر أول حاجة بيدل عليها إيه؟ التعبير عن حاجة بتحدث الآن تمام كده؟ طيب تاني حاجة بيعبر عنها هي إيه؟ بيعبر عن خطط في المستقبل طبعاً احنا عارفين الكلمات اللي بتدل علي المستقبل زي نكستويك، نكستير، نكستمانس، نكستدي، نكستاور أي كلمة بعد النكست دي بتدل علي المستقبل تمام؟ كل الكلمات دي بتدل علي المستقبل كل الكلمات دي بتدل علي المستقبل عرفوا منين لما يكون في تخطيط وترتيب تجهيز وإعداد تمام؟ يبقى استخدم اي 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 ان جي اللي هو المضارع المستمر تمام كده شباب نكمل يبقى اول حاجة عرفناه بيدل على حاجتين ايه هما بيدل على الحاجة تحت سلقان وبيدل على مضارع آآ بيدل على مستقبل بيدل على مستقبل تمام هيحصل بعدين بس مخطط له ومرتب له مجهز له تمام كده شباب نكمل شكله بقى جودة طيب اول حاجة هو بيتكون من ايه بيتكون من الفعل طب احنا عارفين الفعل ده اللي هو ايه اصلا الفعل اللي هو اي وبي وي وزي وهي وشي وقت تمام طيب ايه طبعا متاخد معا ايه الكلام ده مفروغ منه هي وشي وقت از وي وي وزي ار تمام كده بعدين بعدين اي ان جي اكده دي جملة ايه ده شكل الجملة المثبتة تمام بده اول حاجة شكل الجملة الايه المثبتة عندي فعل ام وز وار ان جي تمام طبعا عايزة اجيب الجملة المنفية هه فاعل طبعا اي بتاخد ام هي وشي وقت بتاخد از وي وبي وزي بتاخد ار بعدين نط ان جي يعني ايه نط طبعا احنا عارفين ان نط ام لازم مع نط ما فيهاش ليه اختصار تمام طب از نط اللي هي از انت ار نط اللي هي ايه اللي هي ار انت بعدين اي ان جي تمام كده شباب ده تاني حاجة شكل الجملة المنفية ده الجملة المثبتة الجملة المنفية طيب انا قلت عشان احول الجملة من سؤال الجملة من ايه من ايه من جملة ده سؤال هعمل ايه طيب ببدل ايه الفاعل المساعد مع الفاعل يعني الجملة هتبدأ طبعا ده سؤال بايه سؤال بهل يعني الاجابة عليه بايه بيس او نو ده سؤال بهل يعني الاجابة عليه بيس او نو تمام يبقى هبدأ بام واس وار وطبعا فيه ام مع اي واس مع اي وشي وقت وار مع ايه زي وبي ويو او زي ويو ويوي اوكي تمام يا شباب يبقى انا عندي عشان ابدل الايه الفاعل المساعد الفاعل المساعد مع الفاعل انا كده عملت سؤال بهل تمام اوكي كده طيب عايزة عمل سؤال بادات استفهام طبعا قلتها في كل ايه في كل الازمنة في كل فيديوهات اللي فاتت ان انا بحط اداة الاستفهام قبل الجملة بتاعت هل يعني بحط what to win where وhow بعدين الفاعل المساعد بعدين الفاعل بعدين ing تمام كده يا شباب اوكي بقدى ايه اختصار كده مش اختصار هو ده الدرس اصلا تمام هنكمل باذن الله الحل عليه تنسوش تعملوا subscribe وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات اول باول وربنا معكم بالتوفيق وانا هزلكو باذن الله الفيديو جاي هيحل على القاضة عشان تقدروا تطبقوا وتفهموها اكتر تمام بالتوفيق يا رب